بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المصري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية نطيب لي خاطرنا تقدم بالشكر جزيلا وقائما على تنظيم هذا الملتقى العلمي وتوفيقهم في اختيار موضوعه حول مدير الموارد البشرية موضوع مداخلتنا هي تقييم كفاءة مدراء الموارد البشرية في المؤسسة الصحية الأم والطفل بيستيث من أجل تناول هذا الموضوع فقد ارتأينا تقسيم هذه المداخلة إلى جانبين جانب نظري وجانب تطبيقي في جانب النظري سوف نتدرق إلى العنصة التالية أساسية حول مدير الموارد البشرية من حيث المفهوم وتحديد من هو مدير الموارد البشرية وأيضا ما هي أهم المهام التي تقع على عاتقه أيضا العنصر الثاني وهو متعلق بالكفاءة الإدارية ما المقصود بالكفاءة ما هي النماذج وغير ذلك وأخيرا مكونات الكفاءة الإدارية والتي تجتمع على مهارات قيادية سلوكية وتقنية أما في الجانب التطبيقي سوف نتدرق هو الآخر إلى ثلاثة عناصر العنصر الأول هو الجوانب منهجية الدراسة وتجتمع كيف تم اختيار العينة للدراسة وما هو الأدات الأساسية في هذه الدراسة طبعا هو الاستبياء وغيره العنصر الثاني هو اختبار الفرضيات سوف نتدرق فيه إلى تحليل البيانات وتطبيق مختلف الاختبارات المناسبة العنصر الثالث هو النتائج والاقتراحات وهو يجتمع على مجموعة نتائج المتوصío متعني قمومة بالفرضيات نبدأ بحول الله في الجانبima خلالًا من هو المدير الموارد البشري؟ في الحقيقة توازد مقاربة أو ثانية تحديد مدير مقاربة الأولى هي المقاربة مستمدة من وظيفة الموارد البشرية ترى أن كل شخص أو موظف ضمن وظيفة الموارد البشرية هو في الحقيقة مدير الموارد البشرية هذا المفهوم وقاصر يرى فقط أن مدير الموارد البشرية هو المحصور في وظيفة الموارد البشرية أو قسم الموارد البشرية بمؤسس وفي الحقيقة ما يعاب على هذه المقاربة أنها لا تميز بين إطارات واختصاصي قسم ووظيفة الموارد البشرية ومدراء الموارد البشرية وبالتالي ظهرت مقاربة أخرى من مقاربة مبنية على الأهداف مقاربة حديثة رأى أن مدير الموارد البشرية هو كل شخص مسؤول يقع على عاتقه تحت سلطته مجموعة من الموارد البشرية فهو يقوم بتحفيزهم توجيههم تأثير عليهم بالتالي هو يمارس وظيفة الموارد البشرية ما هي مهام مدير الموارد البشرية هذا ما سنعرى في العنصر الموارد أولا تحديد أهداف وأرشادات محددة ثانيا تولي زمام الأمور بسهولة في الأزمات تفويض المسؤولية والمسائلة يوفر توجيها واضحا تقديم التغذية الراجعة في الوقت المناسب ملتزم بالفريق ومشجع روح الجماعة وأخيرا يساعد الآخرين على التطور خلال تسجيعهم على التدريب والتعلم وغيرهم طرق العنصر الموالي هو مكونات الكفاءة الإدارية قبل ذلك تطرق المفهوم الكفاءة من مقصود الكفاءة الكفاءة هي من المفاهيم المرتبطة بغيرها الكفاءة لا يمكن تعرف الكفاءة ولا معرفة الكفاءة إلا إذا قمنا بربطها بالأداء تظهر الكفاءة مع الأداء إذا تم تحقيق أداء معين نقول عن الشخص أنه كفء والشخص الكفء هو الشخص الذي يقوم بعمله كما ينبخي يقوم بأداء عمله كما ينبخي وهناك من يعرف الكفاءة الفردية أو البشرية على أنها مجموعة من المهارات السلوكيات المعارف في مجال معين هو القدرة على القيام بالعمل لكن هنا نطرح تسأل هل كل قدرة على القيام بالعمل هي كفاءة أم هي فقط القدرة على القيام بالعمل بأداء عالي هنا نطرح السؤال ما الفرق بين الكفاءة لقيام بأداء مطلوب والكفاءة للقيام بأداء عالي إجابة على السؤال هي أن الكفاءة القيام بأداء مطلوب هي الكفاءة العادية معروفة أما الكفاءة القيام بأداء العالي هي الكفاءة النموذجية تتكون الكفاءة الإدارية وهي الكفاءة المتعلقة بالمدرع من مهارات فنية وتعرف أيضا بالمهارات المتعلقة بمجال العمل وأيضا تسمى بالمهارات الصلبة ومهارات سلوكية ما هي المهارات السلوكية؟ تعرف أيضا بالمهارات اللينة أو soft skills مهارة الفنية هي hard skills مهارة السلوكية هي soft skills مهارة السلوكية هي قدرة على الإقناع قدرة على الاستماع قدرة على الإدراك الفهم التوضيح وغيرها الشرح الترخيص أما هناك يعني عنصر ثالث للمهارات هو سلوكي وهو فني فيه ما هو سلوكي فيه ما هو فني هي المهارات القيادية هي القدرة على التأثير في الآخرين أما في الجانب التطبيقي فقد تطرقنا إلى العنصر الأول هو الجوني مهاجية الدراسة حاولنا تحديد عينة الدراسة والتي كانت تتكون من 45 فردا من الموظفين للإجابة على 6 مدراء تابعين لهم وهم في هذا الحال هم مدراء البشرية المقصودين أيضا تم عدد استبيان بناء على أحد الدراسات هو استبيان موثق مذكور في مثل هذا البحث بالنسبة للاختبار صراحة هذا الاستبياء فقد ظهرت النتائج أنه مقبول ويتميز بثبات عالي واتساق داخلي مقبول أما فيما يخص اختبار الفرضيات فقد كانت لدينا فرضيتين فرضية الأولى ترى أن يتميز مدراء الموارد البشرية في المؤسسة محل الدراسة بكفاءة عالية ظهرت بكفاءة مقبولة ظهرت أنها فاضية محققة في الفاضية الثانية ترى أن هناك وجود بعض الفروقات بين المدراء في مستوى الكفاءة ظهرت أيضا محقق ننتقل إلى النتائج نتائج هذه الدراسة بالنسبة للفاضية الأولى قناة محققة الفاضية الثانية محققة أيضا في النتائج العامة وجدنا أن تشتمل مهارات مدير بموارد بشرية على مهارة قيادية مهارة سيوكية مهارة تقنية المهارة السيوكية هي ما يعرف بالقدرات الليينة أما المهارة التقنية فيها القدرات الصلبة في حين أن المهارة القيادية هي مزيج من مهارة الليينة ومهارة الصلبة أيضا في النتائج أن مدير المورد البشرية ليس هو فقط مسؤول قسم المورد البشرية بل كل مسؤولين في المؤسسة يقع تحت إشرافه مجموعة من المورد البشرية فهو موارس مهام مدير المورد البشرية على ضوء تلك النتائج قدن مجموعة من اقتراحات المقترح الأول هو عقد نادوات واجتماعات بين مختلف مسؤولين المصالح ويشرف على لقاء مسؤول قسم المورد البشرية توضيح مناقشة مشاكل متعلقة من المورد البشرية إشراك مختلف مسؤولي المصالح المؤسسة في وضع سياسة إدارة الموارد البشرية باعتبارهم منفيدون مباشرين لها وأساس نجاحها إنشاء مرجعية الكفاءة متعلقة بمدير الموارد البشرية المرجعي تستمر على مكوينة الكفاءة الثلاثة القيادية السلوكية والتقنيم أجر رفع من كفاءة مدراء الموارد البشرية واخرنا السعي لتوحيد أنماط إدارة الموارد البشرية في مختلف أقسام المنظمة من خلال التزام المدير العام على وجه خاص لأنه يعتبره المدير الأول للموارد البشرية وفي الأخير ثمان دقائق في الحقيقة لم تكن كافية لكن حاولنا فقط توضيح أهم النقاط المتعلقة بهذه الدراسة من أجل تمهيد لبحوث الأفضل وأقوى وأعمق مستقلاً حول هذا الموضوع المهم جداً وهو مدير الموارد البشرية والسلام عليكم وشكراً لكم كثيراً على حسن الإصغاء والاستماع وشكراً